و بالمناسبة نهائي بطولة الدورة للسيدات في تينس الطاولة بتلعب دلوقتي في اللحظات اللي احنا يعني فيها و احنا معاكم ده بيعني الفاينل و فيه اخر مباراة بتتلعب و ان شاء الله هنقول لحضراتكم النتيجة ايه و ان شاء الله يعني ان شاء الله الفوز للنادي و هنا مشاركة في المنشاط اللي بتحصل دلوقتي و مشاركة كمان ان شاء الله لما ناخد باذن الله البطولة دلوقتي باذنك يا رب و دي لعطات من ارض الملعب خلينا شوية كده يا جماعة يمكن دين مبارانة الدولاتلي نادين الدولاتلي بتلعب نجمة وجزيرة الورد و 9 خمسة ليها في شوط الكام يا جماعة ده في الجيم الكام هنعرف و نقول لحضراتكم ده الجيم الخامس فخلاص يعني احنا بنروح احنا رايحين على نادين خلاص 10 خمسة خلينا مع بعض يا جماعة لما نشوف اللحظة التاريخية دي نادين بتلعب النقطة الاخيرة في المباراة عشان ان شاء الله بعديها بإذن الله نفوز النادي الاهلي يا فوز نادين الدولاتلي كابتن فريق نفوز بإذن الله بس الحمد لله هنا فوزنا هنا بطولة الدوري 1000 مليون مبروك جاب لكم الخبر على الهواء مباشرة و دي عادة قناة النادي الاهلي بيكون مع ابطلنا في كل مكان 1000 مليون مبروك فوز النادي الاهلي بدوري تنس الطاولة سيدات زي ما شفت حضراتكم النقطة الاخيرة نادين الدولاتلي وبعد قليل هلننتقل لهناك مع مرسلنا فرض الملعب على فكرة موجودين فرض الملعب وهلقاءات مع هذا الإنجاز وهذه البطولة الغالية يمكن دي السنة التانية على التوالي مش التانية بقى يمكن الرابع الخمسة دي طبعا لحظات الفوز والانتصار 1000 مليون مبروك كابتن أشرف قرئيس الجهاز 1000 مليون مبروك كل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير بطولة الدوري العام للسيدات لتنس الطاولة كما يعني وعدوا والحقيقة يمكن هنا جودة رجعت من طويلة أفريقيا ما ارتحتش وما يعني ما خدتش أي يوم راحة راحت على هناك على طول شاركة مع فرقتها وفازت بطولة الدوري 1000 مليون مبروك إن شاء الله نروح لأرض الملعب والصالة هناك عشان ناخد لقاءات مع بطلاتنا بطلات الدوري العام 1000 مليون مبروك وكالعادة قناة هانا جودة هي معنا في الكدر يعني بطولة غالية وإن شاء الله الرجال هلعبوا بعديهم الرجال هلعبوا بعديهم وأكيد إن شاء الله عمر عصر والرجال جميعا والبيا ليه ومش عايزة نسحد ولاشين كل نجومنا هيكون وشمان مش عايزة نسحد الحقيقة عشان محدش يعني يلومني ولكن كل نجومنا إن شاء الله أكيد هيحصدوا بطولة الدوري لرجال أيضا كما حصادته السيدات وده النادي الأهلي كل يوم بطولة كل يوم كأس آه بيبقى فيه إخفاقات في بعض البطولات ولكن الإنجازات أكتر إنجازات النادي الأهلي أكتر بكتير بطولاتنا في النادي الأهلي أكتر بكتير ولكن إن شاء الله كل ما محتاجينوا هذه الفرق من دعم الفائز عشان يستمر في فوزه هيلقى الدعم مجلس الإدارة اللي اتعرض لإخفاق هياخد دعم وشوفنا يمكن فريق كرة طائرة رجال تعرك لإخفاق في الدوري وكاس وراح خد بطولة أفريقا يمكن ما كانش أبدا تخلى عنهم مجلس إدارة وكانت برئاسة كابتن محمود الخطيب وشوفنا الفطار في رمضان مع اللاعبين واللعبات وقال لهم كلنا ثقة فيكم وكلنا ثقة في أدائكم وان شاء الله هجيبوا بطولات وهو ده النادي الأهلي نادي الأهلي زي ما قلنا بطولات كثيرة لا حصل لو عادنا نتكلم ما عندنا عندنا عايزين حلقات وحلقات فإذا مش عايزين نقف على أي إخفاق بيحصل ولكن دايما نبص على حجم الإنجاز الكبير اللي بيحصل جهوى النادي الأهلي وحجم الكوادر الكبير هنا جودة بنت نادي الأهلي اللي النهاردة بتاقف بيو دوت أفريقيا مع المنتخب بنت نادي الأهلي إذن فيه إنجازات وفيه كوادر كبيرة بتطلع من نادي الأهلي وهذا هو قدر النادي الأهلي ولا أبدا 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 حد يقدر يقلل من دور النادي الأهلي وبطلاته